موسيقى 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 فبالتالي ليه إحنا خدنا العاطل بالباطل؟ يعني إذا قلنا أنه في بعض لجل التقصي الحقيق لما عملت تقرير أشارت إلى جماعيات بعينيها وأعتقد أن كات الجماعيات متعلقة بجماعيات دينية وجماعيات سلفية وده مثبت حسب الأوراق أنه فيه 600 مليون دولار من جهات دول خالجية دخطها لصالح جماعيات دينية وسلفية مجرد أنه جمعية واحدة زي جمعية أنصار السنة المحمدية عندهم إيه؟ 18 مليون دولار إزاي الكلام ده؟ فهي المسألة كان المفروض أنا قبل ما أعمل هذه الهجمة على الأقل أراجع هذه الأوراق أراجع الحسابات لمنظمات المجتمع المدني حتى لا يفسر توقيت هذه الهجمة بتفسيرات أخرى لأنه دلوقتي أنه بعض الجمعيات لأنها جمعيات تعمل في النور بلاش إنها بكلمة النور دي بينا حساسين تجاه بعض الآن الحرية والعداد تعمل في العلن يعني أو في الحرية والعداد يعني أنا أصدق أنه في بعض الجمعيات كان نشاطها معروف واضحة تماما أرصدتها معروفة التمويل هي بتاخده معروف وفقا للقانون للشئول الاجتماعية أو للتضامن فبالتاني هذه الجمعيات كان أمكن على الأقل مراجعة نشاطها ومراجعة أرصدتها لكن هناك طبعا بالتأكيد في جمعيات أخرى كانت تتلقى أموال من جهات ومن دول محددة بدون أن هذه الأموال بتمر على أي على الطرق الشرعية أو القنوات الشرعية المعمول بها وفقا للقانون ده أعتقد اللي كان يجب البحث فيه لكن مسألة العاطب الباطل ده يدي المجال يفسح المجال لإصارة تساولات كثيرة جدا حول التوقيت سر الهجوم على هذه الجمعيات اللي هي مفروض أنها بتعارض المجلس العسكري أنها بالفعل عاملة نشاط كبير جدا سواء في التوعية أو سواء في الحجد الجماهيري إلى أخره فبالتالي كان يجب علينا أننا ما نديش مجال لهذه التفسيرات أننا نتابع القانون بدل من المدهمات اللي بتعيد لنا ذكرى ليست بالجيدة من أهد النظام الصابع النظام الصابع ما عملش كده في 17 مكان وراء مكان مكانين لكن 17 مكان ده يعني فيه هجوم ضخم يعني لا طبعا يعني طبعا فيه بالتأكيد أنه كان من المفروض يعني إزاي الدولة تسمح مثلا بوجود منظمات بتشتغل من غير ترخيص يعني أنها تفاجئ أنه في هذه المنظمات أو هذه الجماعيات في مقرها أموال وأشياء أخرى مخالفة إلى آخر كل ذلك وتعمل بدون ترخيص من أكثر من حوالي 6-7 سنين من المين اللي سمح لها بهذا النشاط يعني أنا أعتقد أنه كان مفروض يحصل فرز أو تصنيف للجماعيات ما قدرش أن أنا أخذ جماعيات معروفة وأشخاصها معروفين ومعلومين للجميع ونشاطها واضح فيه ماكن معينة أو فيه مناطق معينة وتمولها معروف وأقدر وهاجمها لا كان مفروض أن أنا عندي في النهاية علامات استفهام حوالي العدد من الجماعيات يعني عندي زي من التقرير للتقصي الحلقة أنا أشتغل على الأساسي طبعا أنا عايزة أعرف هل من السبعتاشر جمعية أو مركز حقوقي يعني هل منهم مثلا الجمعية اللي أشرت إليها اللي هي معروف أنها أو فيه كلام تقرير طالع بيقول أنها واخدت 12 مليون مش حافة كم مليون آه لا طبعا دول من السبعتاشر آه عندك المعدة الدموقراطية المعدة الجمهورة ده والمعدة الدموقراطية وهذا بالفعل يعني ده بيشتغل بدون ترخيص وأعتقد أنه الاعترافات من أحد عضواته أنه كان بيمارس أنشطة يعني مريبة أو أنشطة آه مشبوهة ده أعتقد كان مفروض أنه ده يتم تصنيفه في خانة في خانة لوحدها صحيح دون أننا أضم جمعيات ألوز سمعتها مهم لمجرد أن لها نشاط زائد مجرد أن هم المسؤولين فيها أو الأمناق فيها له نشاط سياسي بارز فبالتالي أنه ده تحسب على أنه ده حملة تأديمية ولاست حملة تفتشية تفتش حق طبعا للدولة أنها تفتش على منظمات تخضع للقانون فبالتالي ده شيء طبيعي جدا إنما بهذا الشكل بالاستعانة بقوات النواة والآخر ده اللي بيخلينا نطرح التساؤلات حولين السر حول هذه اللجمة السر حول التوقيت تحديدا في هذا التوقيت فكرة العطل على البطل دي برده مهمة يعني أنا بس إحنا هزا نقول أنه للأسف أنه بعض الدول اعترفت أنها بالفعل بتمول بعض الجماعيات الدينية أو السلفية تحت شعار والله مساعدة الفقراء والمحتاجين وده طبعا مش ببرر إزاي أنا أمول جماعيات سلفية أو جماعيات دينية دون أن تعلم الدولة أو الجهات المعنية اللي هي الجماعات الدينية أو جماعات الدينية والسلفية بتعمل تحت إطارها يعني أنها دولة فوق الدولة مثلا يعني وإزاي سمحت أنها كم وإيه كم هذه الأموال يعني تتكلم مثلا على 600 مليون دولار يعني أنت دولة ودخلوا بطريقة تانية البلد أكيد كان يحمل انت عشها بتصنضيها ضخمة أو وفقا للقانون ما يبقاش المسألة مجرد عطايا ومجرد أموال دخلة عابرة للقانون يعني ما أنا أصحي يعني فده اللي إحنا بنقوله إحنا يعني على الأقل إن إحنا محتاجين إن إحنا على الأقل نحدد إيه الجماعيات يبقى فيه يبقى على الأقل عندنا وضوح لما أتهم جماعيات يبقى أتهم جماعيات بعينيه وفقا للتقرير اللي تقصي الحقيقة اللي شكلت الدول ده اللي أنا أصدق إنما أن أنا ما أخدش جماعيات عاطل بباطل فبالتالي بتخليني أشك في النواية وخاصة في هذا التوقيت بزي بساطة أن فيه مجموعة من الجماعيات ليها مطالب لعاقة بحقوق الإنسان والليها علاقة بمحاكمات العسكرية والليها علاقة بالتعذيب اللي حصل أو الكلام على أنه فيه حصل انتهاكات تعنيفة ضد المواطنين فالناس دي لما بتطالب في الوقت ده يحصل هذا الهجوم يبقى الناس شك أنه هل ده لي علاقة ولا فعلا هم ناس هتبقى مسألة عملية تأديب على موقفها من انتقادات المجلس العسكري على موقفها من قضايا حقوق الإنسان على موقفها من قضايا التعذيب إلى آخره هو ده اللي أنا بقصود صحيح فالليس بقاضحين علشان ما يبقاش دي شكلها ردا على دي الأفعال من المؤسسات الحقوقية وكمان علشان ما يبقاش رد فعال عنيف ما يبقاش رد فعال عنيف فالمهم أن ده عشان بس كل حاجة تباني في نفس الموضوع في فورين بوليسي بتقول أنه فايزة بناجا هي وراء الهجوم على المواصلات الحقوقية طبعا مجالة فورين بوليسي هي عن مجالات الأمريكية المحتربة إن كانت محسوبة على البيت الأبيض فأنا أعتقد أنه مسألة أنها فايزة بناجا وراء اللجوم لأنه بالفعل الوزيرة فايزة بناجا يعني هي المسؤولة عن ملف التمويل من سنة 2001 فبالتالي أعتقد لي لديها كل الخبايا وكل التفاصيل عن مصادر التمويل وخاصة مصادر التمويل الأمريكية لعدد كبير من المؤسسات والجماعات ونعتقد أنها ساهمت بمعلومات كتيرة جدا في التقارير خاصة بمسألة التمويل الأجنبي يعني طبعا هي المسألة اللعبة الآن أنه أمريكا متدخلة لأنه بالفعل لازم يكون يعني لأنه هذه الأموال بيتم المحاسبة عليها إلى أين ذهبت ومين اللي حصل عليها وفي أي نشاط تم انفقها فطبعا ده شيء يقلق برضو الجهات الأمريكية اللي هي المعنية بالتمويل لأنه تتم المحاسبة على هذه الأموال فبالتالي أنه مسألة أنه البحث عن أي جهات أو أشخاص ستم اتهمها بأنها وراء الهاجمة على منظمات المجتمع المدني وخاصة الزكاة الوزيرة فايزة بناجي المسؤولة تحديدا عن هذا الملف تقريبا من أكثر من عشر سنين طب ودهي خاليني أقول أنه لو حبينا نحاسب أي جمعيات مخلفة للقوانين بعتقد كم من دكتور فايزة بناجي عليها عيب أكبر بأنها مسؤولة عن هذا الشيء بالعشر سنين ولم يتم تغييرها إذا المفروض أنها تبقى عندها خلفية عن هذه الأحداث من زمان فهي برضو مطالبة أنها تبقى مسؤولة قدامنا أنه ليه خلال عشر سنين لأنه أكيد المنظمات دي مشكلة تتمولت النهاردة الصبح بص عيني منها بيتمول بقى له كذا سنة بص يعني أنا لا أنت مش غلطة له حاجة بس يعني مشكلة أنه دائما عندنا القوانين يعني دائما القوانين موجودة ولكن هي المشكلة في تفعيل هذا القواني بس في رقابة ولا ما فيش معني يعني بص يعني الدولة أحيانا بتصاهن يعني زي بقولها وبتسكت على أشياء كثيرة جدا ولما بتحس أنه هو أصبحت يعني لهذه الجمعيات أو أي خطر ما أي طيارات أصبحت تشكل خطر عليها فبتصح القانون وبتستخدمه ضدها هي المشكلة أنه احنا عندنا القوانين موجودة والتشعيات موجودة ولكن مشكلة تفعيلها ومشكلة تنفيذها دايما هو ده المعيار الحقيقي يعني أو ده دايما السؤال الغامض اللي ده بتخلينا نتسأل له ليه القانون بتنفسي بقاله فترة طويلة وخاصة أن هذه الجمعيات معروفة يعني طبعا وبذلك موجود صهيانة دي تدي للوزارات مسئولية كمان انت بقالك 11 سنين أو أكتر متجاهل هذه التجاوزات ما أنا مش عايزة أقولي أنه مثلا مش عايزة أحمل الفايزة بناجة رغم أن عليها على ما استفهم كتير يعني أن هي يعني من النظام السابق وموجودة مش عايزة أحملها المسئولية كاملة قد تكون قد تؤدي دورها لكن في نفس الجهات الأعلى أو الجهات المسئولة على التنفيذ هي اللي يجب أن سؤالها ليه تأخرت في تفعيل القانون في مراجعة نشاط هذه الجماعيات في معرفة الجماعيات شفافية بشفافية يعني بنطالب نفس برضو الفكرة في نفس الخبر تقريبا الخبر اللي جاي من الأهرام مصدر قضايا بيقول المنظمات الأمريكية تحايلت على القانون وزادت نشاطها بعد الثور طبعا يعني بالذات اللي احنا قلنا سواء المعد الديمقراطي أو المعد الجمهوري أو بعض المنظمات اللي كانت موجودة وبتعمل بدون ترخيص وللأسف تحت سمع وأبصار الجهات المعنية يعني برضو مش عايزة أقول أنها المصدر قضايا قد نتحايلت طب الدولة فين حدش كان عامل تحت سلم كلها مؤسسات بيوفت وكده واضحة والأشخاص اللي بتعاونوا معها واضحين وكان بتدي دورات تدريبية مش عايزة أقولك أنه من ضمن الأعضاء اللي كانوا بيروحوا أو الأشخاص اللي بيروحوا الناس مسؤولة وناس في جهات أمنية فبالتالي المسألة مش في السر أو في الظلمة لا يعني دي كانت معروفة ليه تسابت من 2006 أو قبل 2006 أنها بتمارس نشاطها دون إخضاعها للقانون أو دون إخضاعها للرقابة أو معرفة نشاطاتها لأنه هذه المنظمات أنا موجود نظري ما فيش شيء لله يعني أمريكا دايما لما بتعمل منظمها أو بتمول منظمها ما بتمولهاش أو بتأسسها لوجه الله كده بالتأكيد بيبقى دايما وراها أغراض أخرى وخاصة أنه دلوقتي أعتقد أنه CIA أو المخاربات الأمريكية أصبحت دلوقتي بتشتغل في النور يعني ما عندش زي الأول بالبحث عن عملاء لا هي دلوقتي عملاءها في العالم معروفين أنها دلوقتي بالعكس بتعمل إعلانات في الصحب وفي الصحب الإعلام العالمية أنه نحن محتاجين عملاء فبالتالي أنها أصبحت دلوقتي من خلال هذه المنظمات يمكن أنها طبعا بتجمع معلومات هذه المعلومات مفعيدة جدا للمخابرات الأمريكية لتحليلها ورص دها ثم وضع التصورات المستقبلية للدول اللي هي بتشتغل فيها طبعا خبر خد منها وقت طويل بس هعدي الخبر بتاع جمعة لام الشاملة تضل طريقها إلى مدان التحرير بس لو عندك تعليق طبعا هو طبعا نسألة كانت كنا نسمينا زي ما سمينا في اليوم السابع الجمعة اليتيمة والجمعة اللقيتة يعني هي المشكلة من الساعة ما تم الدعوة لها محدش عارف ميلة دعوة لها ومحدش عبرها يعني واللي شفناها مبارح طبعا يعني كان مش كفي خمسة باية لا وطبعا اللي كسف بها الباع الجالين كالعادة يعني طبعا لكن هو كان المشهد اللي خرج منها من الجمعة مبارح هو المشهد يتمناه يعني المشهد مبهج اللي هي المسيرة اللي تمت من جامع عمر مكرم وكان فيها الشيخ مظر شاهين وفيها المصر شام وبعض الرموز والنشطاء السياسيين وعملوا مسيرة لكنيسة قصة دبارة يمكن دي كان الملمح الجميل أو المشهد الجميل اللي خرج من الجمعة مبارح لأن ده احنا عايزين نأسس على ده بالفعل أن هذه العلاقة ما بين المسلمين والمسيحيين أعتقد أنه مع ظهور بعض الطيرات الدينية شاهدت بعض التوترات بس أنا كمان كنت فاكرة لما الشامل دي لها لقب العباسية والتحرير كنت فاكرة أن بداية الدعوات كانت من أهالي العباسية ما هو حصلت مناظرة في أصل لساية الصاوي وتوضح أن كل الموجودين ما فيش منهم حد من التحرير فعشان كده حصلت انسحبات وكل تخلى عنها إلا الإخوان شاركوا فيها ولا التلافات السورية شاركوا فيها ولا أي شيء ولا حد يشارك فيها حتى من اللي دعوا لي من اللي دعوا لي بزاق مصر طلبت لأمريكا تجميد أرصادة 100 مسؤول سابق برضو مشاهد نقف عنده كتير عشان مهتم بالخبرين بعدك هذا طلب يعني أعتقد اللي أكشف عنه هو الطلب يكون قديم نما أن أكشف عنه مبارح أو أول مبارح السفير سامح شكري سفير مصر في الولايات المتحدة وأنه بالفعل أقدم معلومات للجهات المعنية الأمريكية بوجود أرصادة للرئيس السابق ومئة مسؤول من الرموز النظام السابق في الولايات المتحدة طبعا بالتأكيد أن الولايات المتحدة رضيت أننا بندرس وأننا بنتعامل مع وزارة العدل المصرية لكن طبعا المسألة معقدة أو أعتقد إجراءات طويلة جدا الطلب ده من إم تتعمل يعني أعتقد بقاله شهرين أو ثلاثة شهرين أو ثلاثة شهرين أصلا متأخر مبدئيا بس يعني مسألة من أنه في النهاية التعارفة المسائل دي بتاخد وقت طويل جدا بتاخد وقت عندهم وإجراءات فنية يعني ما أقولك هتاخد وقت وإجراءات فنية دقيقة وثم المحايتزار المحاكمات إلى آخر طولة العمر تبلغ الأمل خبر اللي أنا عايز أقف عنده جدا رسوم موسيقى للرسول على الفيسبوك بتشعل الفتنة الطائفية بأسيوت وسمعت البارح تقريبا كان فيه مرة تانية شبه مجزرة يعني لا الحمد لله أنا ما حصلش فيه ده أدعب سأديني عنف شديد يعني يعني هي يعني يعني نحن دلوقتي بنطلب بي يعني يعني إخواننا بقى اللي نجع في الانتخابات سواء السلفيين أو الحرية والعدالة أنه عليهم بالفعل أنه هم يكون لهم دور فعل في الشارع هذه قضية بالفعل قضية مهمة جدا قضية بتهدد الوحدة الوطنية لأنه كل الشوية احنا نشوف أحداث زي دي يعني يعني معظم النار من مستصغر الشرع زي بقوله أنه ممكن عايل في سنوية أو في قولة سنوية أو تنة سنوي بيعبث بأي رسوم أو بتاه فيتم تفسيرها فيقوم المساعدين إلى آخر بالتأكيد احنا محتاجين بالفعل أنه بالذات في القرى وفي الريف والذات في الصعيد يعني دايما المساء القابلة للاشتعال بشكل سريع جدا بسهولة جدا يعني يعني طبعا بنحمد ربنا أنه الجيش والشرطة وبعض أعضاء مجل الشعب عشان نقول بالفعل تدخلوا لوقدة هذه الفتنة لكن احنا عايزين نعالج المشكلة من جزورها أنه الناس بقى القوى سياسية تتحرك بشكل فعل من دلوقتي قادة الرأي العام الموجودين في القرى والمدن في مصر كلها أنهم يبدأوا يتحركوا بالفعل لنزع هذا الفاتيل وطبقانة الناس لأنه طبعا يعني أنا أخشى أنه نتيجة الانتخابات يترطب عليها أمور تانية صحيح فبالتالي أنا مش عايزين خطاب تطميني من كل التيارات السياسية وخاصة التيارات اللي فازت بالأغلبية في مجلس الشعب لكل فئات المجتمع يعني أنا شايف أن الإخوان الأمانة وهذا يعني يستوجب منه اللي أنا أقوله أنه بالفعل أصدروا خطاب تطميني جدا يقوم الأربع اللي فات بخصوص التهناء وبخصوص الموقف في العلاقة ما بين المصريين جميع المصريين ومسيحيين مثل هذه الخطابات احنا محتاجينها ولكن لا تتوقف فقط عند المصالحات اللوظية وإنما إلى الممرصة العملية في الشارع لأن مثل هذه الحوادث زي ما بنقول أنه ممكن حاجة بسيطة جدا بتشعر النار وده بسبب أن وجود فيه هناك ما زال وجود احتقانات شريدة جدا محتاجين بالفعل أنه ننزع فتيل هذه الأزمات يعني خير من العلاج أستاذ عاد الختام من كده عايزك تكتب تقول في مئة كلمة رسالة شكر المجلس العسكري وده سؤال إجباري عليك ده أخذ خبر بس حبة ما عايز أقول يعني ده برجانة تاني ده من يوم السابق بس يا جماعة امتحان اللغة العربية في السنوية العامة بتاعت الغربية كان السؤال الإجباري اللي فيه هو بتاع التعبير يعني رسالة شكر للمجلس العسكري يعني أقولها هو الامتحان كان اللي أقولها سنو والأسف طبعا ما زال يعني دايما زي بقوله نحن الذين نصنع الطغار صحيح يعني مش مش الحاكم أو السلطان هو اللي هو اللي عاوز يكون طاغي لكن الحوالي فمجموعة مدرسين ما زال بيتعامل بنفس العقلية اللي فاتت ووضع امتحان سنو سنو في سمنون يعني عايزة تطوع أو وجهة نظر وفرض وجهة نظر على الطلاب بالتالي أنه قاتب السؤالين سؤالين التعبير منهم واحد اختياري والتاني اجباري أنه هو اكتب رسالة شكر للمجلس العسكري احنا مش عايزين طبعا نقول أنه ده زنب المجلس العسكري لا طبعا أعتقد أنه أكيد لن يقبل شيء زي ده يعني أنا أعتقد أنه لن يقبل وأنه مثلا مفروض يجري فيها تحقيق يعني إحنا اللي بنخلق الطغاء وعندك حق أنا بس لازم أتوقف عندها أستاذ عادل سنهوري مدير التحرير العام بجريدة اليوم السابع شكرا جزيلا شكرا عيدك كل سنة وانت طايبين كل سنة حضرتك طايب مرسي من السؤال التعبيري لنروح لحاجة ثانية يعني فيها قمة الحرية وقمة تعبير عن نفس نروح نشوف بلايه كسرت البندق التقرير اللي جاي